أصدرت إدارة حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة عدة أرشادات متعلقة بالتسوق الإلكتروني حيث أشارت إلى أن التسوق هو عالم واسع يتطلب من المستهلك الوعي في عملية اختيار المصدر التجاري الأكثر موثوقية وأتاكد من مدى قانونية وشرعية المصدر قبل التعامل معه تستمر وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في حملاتها التوعية لحفظ حقوق المستهلكين حيث بدرت الوزارة بإدراج إنشطة البيع عن طريق الإنترنت ضمن السجلات الافتراضية لضمان المستهلك حقه في خدمة ما بعد البيع في البداية نحب النوة أن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة مع التوجه الذي حاصل الآن على التجارة الإلكترونية سخرت جميع ما تستطيع من إمكانيات في أن توفر بيئة تسوق آمنة سواء للمستهلكين أو للتجار وحاولت قد المستطاع أن تسهل هذه النوع بأنها على منصة سجلي أدرجة نشاط التجارة الإلكترونية ضمن هذه العنشطة التي تستخرج فيها سجل تجاري افتراضي قوانين واحترازات يجب أن يتبعها ويطبقها المستهلك لضمان شراء السلع أو استخدام الخدمات بالطرق الصحيحة من خلال التأكد من استلام جميع المستندات لتوثيق العملية التجارية لحفظ حقوقه في خدمات ما بعد البيع مثل الفاتورة وشهادة الضمان وقيرها بالنسبة للمستهلك يمكنك أن تتأكد من كون هذا الشخص مرخص أو لا بالنظر إلى هل يملك سجل تجاري أو لا والاستفادة من موقع نظام سجلات في التأكد كون هذا الشخص يملك هاي النوع من الأنشطة اللي يباشرها وهل هو مرخص أو لا من عدمه نحاول أننا في هالحالة عندنا رسالتين أن نوصلها رسالة للتاجر أن أنت رخص وخذ سجل تجاري من قبل وزارة صناعة والتجارة بكافة التسهيلات الموجودة ورسالة أخرى للمستهلك أن نبغيك تتأكد من هذا النوع من التجارة هل هي مرخصة أم لا عن طريق استخدام منصات الموجودة في وفرتها وزارة صناعة والتجارة ولحماية أنفسنا قبل وقوع أي عملية مشبوهة حذرت إدارة حماية المستهلك من التعامل مع الحسابات التجارية العشوائية عبر مواقع التواصل الاجتماعي طبعا الحملة التوعوية قامت فيها الوزارة بشكل عام في مختلف إداراتها منها إدارة حماية المستهلك قدمت كذا حملة التوعوية ما هي الآن شطة لمسموح فيها التجارة الإلكترونية كيفية تتم بالإضافة إلى أنها بينت ما هي الأنشطة المحظور التعامل فيها أو طريق التسويق للمنتجات الإلكترونية سواء تسويق شبكي أو هرمي وإلى آخره إدارة حماية المستهلك أكدت على ضرورة التعامل فقط مع الحسابات القانونية التي تمتلك قيدا تجاريا مسجل في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وذلك حفاظا على الحقوق الاستهلاكية شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين